هذا خبار الصباح هذا الخبر الجميل طبعا نبدأها بالأوامر الملكية حيث صدر عدد من الأوامر الملكية الأحد 24 يناير منها ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعدل اسمها أيضا ليكون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشملت الأوامر أيضا عدد من الترقيات والإعفاءات طبعا من ضمن أخبارنا كذلك اليوم إلى خبرنا الثاني والذي يخص طبعا صندوق الاستثمارات العامة حيث أقرر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لخمسة أعوام قادمة ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجم أصول أو الأصول 4 تريليونات ريال واستحدث طبعا تريليون فاصلة ثمانية مليار وظيفة أو مليون فاصلة ثمانية مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر طبعا التفاصيل في هذا التقرير نعتمد بحول الله اليوم استراتيجية صندوق استثمارات العامة 2021 إلى 2025 التي تمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة حقق صندوق استثمارات العامة خلال الأعوام السابقة أنجزات استثمارية واقتصادية ضخمة تمكن من خلالها الوصول لمستهدفات استراتيجية مهمة حيث ضاعف صندوق استثمارات العامة أصوله إلى ما يقارب تريليون وخمسمائة مليار ريال سعودي بنهاية عام 2020 كما أطلق صندوق استثمارات العامة عدد من القطاعات الحيوية الواعدة والمشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم التي تسهم في تنويع موارد الاقتصاد السعودي وفق ما رسمتها أهداف رؤية 2030 كما قام باستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020 يعمل صندوق استثمارات العامة بحول الله على ضخص استثمارات محلية في مشاريع جديدة تصل قيمتها إلى تريليون ريال خلال خمس سنوات القادمة من خلال 13 قطاعاً إلى جانب مضاعمة حجم الأصول اللي يتجاوز 4 تريليون ريال في 2025 وصولاً إلى 7 تريليون وخمسمائة مليار ريال سعودي في 2030 كما يستهدف صندوق استثمارات العامة ضخص استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال من عام 2026 إلى عام 2030 ليصبح مجموعة استثمارات في العشر سنوات القادمة ما يقارب 3 تريليون ريال سعودي في قطاعات جديدة يستهدف صندوق استثمارات العامة استحداث مليون وثممائة ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة خلال خمس سنوات القادمة وذلك انطلاقاً من أن الصندوق استثمارات العامة لا يعد ذراع استثمارية لمملكة العربية سعودية في حسب بل محركاً أصيلاً لتنويع الاقتصاد وخلق الوظائف يمضي صندوق استثمارات العامة بخطوات ثابتة ليكون أحد أكبر صندوق الثروة السيادية حول العالم بحلول 2030 كما ستتجاوز أصول صندوق استثمارات العامة بعون إلى 7 تريليون وخمسمائة مليار ريال سعودي في 2030 تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الصدامة المالية والتنموية الشاملة مرصخة بذلك مكانة ضمن دوائر المال والأعمال العالمية لكي يكون الشريك المفضل عالمياً لقد تم إعادة تشكيل مجلس دار صندوق استثمارات العامة برئاستنا في عام 2015 وإعادة هيكل صندوق استثمارات العامة وإعادة صياغة الاستراتيجية بالكامل في ذلك العام مما أدى إلى وضع في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصف صندوقاً سيادياً رائداً وضاعف وصوله وقادراً على استثمار رؤوس أموال كبيرة في مملكة العربية السعودية وفي أسواق العالم لتحقيق عوائد طويلة المدى من خلال إطار حوكم متين وعملي ومنظم واضح الصلاحيات والمهام ويتبع أعلى المعايير العالمية صندوق الاستثمارات العامة ينظر إلى القطاع الخاص بوصف الشريك الشريك الأهم والدائم مرحلياً وستراتيجياً وبه ترتبط نجاحات متعددة لا حصر لها وما يزال العمل المشترك مستمر في تطوير وتفعيل الأدوار لإعطاء المزيد من الفرص للتمكين والاستثمار مع القطاع الخاص حيث نستهدف اليوم رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 60% من مشاريع صندوق السمارات العامة والشركات تابعة له خلال خمس سنوات القادمة ساهمت إنجازات صندوق السمارات العامة في تحقيق الاستدامة المالية والتنموية للاقتصاد السعودي ويلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي بشكل سنوي ومتزايد حتى 2025 ويستهدف صندوق وشركات التابعة له مساهمة في الناسج المحلي الغيرنفطي بقيمة تريليون ومئتين مليار ريال سعودي تراكمياً بنهاية 2025 في صندوق السمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب بل نستثمر في المستقبل مستقبل المملكة ومستقبل العالم وغايتنا يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة وبهذا ستكون نهضة المملكة ارتقاءاً للعالم أود أن أشكر معالي أعضاء المجلس في صندوق السمارات العامة واللجان وجميع من سوبي صندوق على جهودهم الكبيرة لتحقيق المستدفات خلال الفترة الماضية وصولاً لهذه الاستراتيجية لعام 2025 وختاماً نسأل الله أن يكلل جهودنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم يسكن وطناً عظيم اسمه مملكة عربية السعودية شكراً استراتيجيات تم وضعها تعتبر استراتيجيات عظيمة وكبيرة لتحقيق رؤية 2030 على جميع المستويات نقطة جداً مهمة ذكرها سيدي ولي العادي الأمير محمد بن سلمان الارتكاز أو الاستثمار في الانتاج المحلي اللي يتجاوز 60% 60% عدد أو نسبة ليست بقليل يا محمد أكيد يمكن اليوم حتى استحداث الوظائف أكثر من 300 ألف وظيفة في الوقت الحالي ما بعد 5 سنوات مليون و800 ألف وظيفة يعني هذا رقم تعجز عنه دول كبيرة يعني عندها اقتصادات أعلى فما بالك أن السعودية اليوم بشكل مؤثر وتشتغل على شيء سيادي ورئاسي قوي جداً مثل صندوق الاستثمارات العامة